اشتركوا في القناة التوعية باهمية الشخص المبكر يعني من سرطان تدي بالتحديد ولكن اليوم بغينا نتكلمو كذلك يعني من بين سرطانات الأسف اللي منتشرة كذلك يعني عند السيدات واللي هو سرطان الرحيم فنبغيو نعرفو بالحضور ديالك اليوم نبغيو أنك تفيدين في هاد الأمر أولا شنو كنقصدو بسرطان الرحيم ولا سرطان عنق الرحيم دك سرطان عنق الرحيم كان هو المنتشر بزاف المغرب الحمد لله بفضل بفضل التوعية والإكتشاف المبكر ديال هاد المراد وزيارة العيالات الالجينيكولوغ ورميدسان وفاميه وغراسة هاد المراد نقص بزاف نقص بزاف المراد نقص بزاف المغرب المراد نقص بزاف المراد نقص بزاف المراد نقص بزاف المغرب هاد الهو اللي هاد الهو اللي بثبيتو واللي لا نعرفوه المراد قبل ما يولي كنسير ها وراء سرطان هاد الهو اللي لا سهلة جداً فاسك عنق الرحيم ها رهبين غير بنادمي يدير واحد الآلة طبيب يدير الآلة يشوف عنق الرحيم ويمشي يدير واحد تكريطة هذيك تكريطة كان نحلوها ونشوفو كواش مزيان اللهم بارك نقلو المراد نحلوها مزيانة ونعودوها مره في ثلاث سنين قولي مره ثلاث سنين مزيان هاد الهو اللي كتسمى يعني الفخوتي واللي كتسمى مسح عنق الرحيم مسح عنق الرحيم تقنيات ديال المسحة وليت بزاف تطورتها هما مبقاوش اللام ولاو واحد شي تكدير دونك سي بلو فياب لك ندخلو داخل الاندوكول هاد شي هاد شي في حقيقة هاد شي ديال اختصاص ديال الجينيكولوج الطبيب ديال اليداوي دكتور شرتي الواحد نقطة مهمة لأساس انه المره يعني باش تحيي تشك ديالها باش يكون مرتاحة في صحة ديالها وانه ما يحتاج مباشرة انه تمشي عند اختصاصي يعني في الاورام السرطانية وانه كان انه غيشة كافشي حاجة كيف قلتي تمشي عند اختصاص امراض نساء والتوليد اللي متباع عنده وطلب الفخوتي طلب مسح عنق الرحيم ونزيد لك ولا كانت المره في في جنزون نائية ايه نجيني ابعيدة ايه نجيني ابعيدة ايه 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 فدور تقدر تشوف الطبيب العام طبيب العام اه هو سين نومني بحتيسيا هو طبيب اللي يعرف كل شي ايه فعلا طبيب العام هو ركيزة ديال الطيب نونك ومنا مشات عن الطبيب العام غادي هو عارف راسه بلي خصيدين اذك شي غادي يقلبها ويجعل سبيكولوم دياله ويشوف عنق الرحم واش نقي واش نقي واش كين المشاكل ويدير لها واحد المسح كما قلت المسح ديال القرحين وكانت تهنى ما نسنى وحتى يكون دم هذا شيء قد نتكلم عني قبل ما مشو الأعراض اللي اسمحتها دكتورا بغي نتكلم عني شنو هاد الأسباب لأنه بزيف للسيدات يعني تيحير وتي يقول لك الحمد لله انت كل أمور صحية مرتاحة ما تفقص موالو مثلا مهلية فراسية يعني حتى كيف قلتي يعني في المنطقة الحساسة وكل شيء ومتبعات طبيب ديالي فمنين جاني هاد الوارام دونك الوارام سبيسيالمن وارام عونق الحارة الرحيم عندو واحد سبب كي مقتلك ديال الفيروس كان واحد للفيروس اللي عرفناهم دابار السيز والدزويت اسسانسيالمن كان واحد فرين اللي هما اللي كيسبوا اللي خلالحة من فرين والسلول اللي خلايا هذوك اللي خلايا لذلك اللي خلايا ديال اللي تسوي هاد الوارام عندهم يعني شيء اسباب لين كيجي ومثلا اللي واحد يحسط منهم وقدر الامكان وش ياني أمراض من قولا جنسيال وش معاشرة يعني يعني في إطار غير شرعي ولا يعني ميكروب لما تعالش التهاب باش نقطع الشك يعني بنسبة للسيدات دبا كان هذا الشي اللي قلت كان صحيح تبوصا لها دبا كان واحد الفاكسن سننضيروه لبنات صغار بل ما يكون عندهم التماس جنسي هذا كان تطعيم ضد الفيروس هذا كان لما افراد المساعد عليك مع افراد المساعدة مع الض وهو المساعدة هناك إذا شخص استمعتبر انكم في الاستثمار بشيارة للنناسبة لهم لك فالسيدات لذلك القسن كن ارادة للمساعدة من أحضاره معه للشغل في 11 عام كما أنه في البلدان من أوروبا نحن تعرفين من المسمح لهم يمسمح لهم هذا الشيء يمكننا أن يحطي هذا الوصف ويجعل هذا الوصف لأنه يكون الواقع لكي لا تكون لذلك إذا كنا حيدنا هذا الفيروس يستطيع أن يكون سرطان عنق الرحيم ينقص بثاف يعني هذه احتهيان بالأمور مهمة جدا على أن هذا اللقاح تطعيم ضد الفيروس قبل أن المرض تزوج قبل أن يكون ممارسة قبل أن يكون ملامسة وإذا كان المرض ضد الفيروس حسنا بالنسبة للأعراض نريد أن نقسمهم الجزئين على أساس أن الأعراض المجرد أن تحس بهم أو لا تشوفهم أو لا تلاحظهم مباشرة تمشي عند أخي الصائف النساء بالتوليد وعاد ذلك الأعراض من الذين كانوا وصلوا لهم كيف شرطي من الذين توصلوا إلى الدم أو مثلا سيكون بحل ذلك المرض يستطور حسنا نعاود ونعاود ونقلوب اللي ما نسنا وشيكون حسنا نديرو الفخوتي كاين ولا ما كايشوك والمراكية المراكية المزوجة عندها اكتبتة جينتال حسنا تدير كونسلتاشون تدير تدوز عند الطبيب اختصاصي طيب النساء أو الجنراليس تدرك راسا ثم يكونوا واحد السمطوم حال كيجوز 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 ما 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 يعني لون 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 مغير حاجة اللي ماشي ديال اللي ماشي تكون كل يوم ماشي مزيانة هذه المراكزة تعرف حاجة اللي جاتها مغيرة على على المولفها الأعراض العادية اللي كسفة خصات خصات قول يا كلك شوز كين شي حاجة خصنين ماشي نشوف طبيب ما تسناش حتى يجوز العيد ولا يجوز الرمضان ولا يجوز بسك ولا جوزت في الوقت يقدرت تشافها مياه في المياه بسك لأن العلاج كين دولة صبح مصور كين في الحونق الحراحيم حال بزولة المم شوز كين مراحل كين قبل السرطان وكين بعد السرطان قبل السرطان كين نيفو 1 كين 1 هذا كين ديرو الدواء ان جنرال كينشي كين 2 ان دوى سوفيغي كين 3 سننبادلو ونحيدو ذكا القلاسة أبخي كين كارسينوم اللي يكون ما زال ما بداش ولكن غادي هو هذا الشيء كي يأخذ سنين والعماليات الجراحية تقدر تكون غير كريطة ديال الفم ديال والده الى بلا موصو السئسال بلا موصو السئسال بلا موصو الاشيعة والشيميوترافي وخلص محتى دكتورة كيفما قلت يعني اي حاجة غير عادية يعني المرة تكون كتودة او لم يكتغسل مثلا المهبل ديالوي كتنظف لقات انهما كتدوز بهم من لون ديالوي يعني مغير علاق الأيام العادية ولا دم ولا حريق مثلا ولا ضروري استشارة طبية عن تختصاص عن الجينيكو هو الأول وكيف قلتين أو الطب العام وذلك الساعة بعد يعني كيوجهها الى كان لقدر الله يعني شي حاجة وفي نفس الوقت مسح عنق الرحيم انتسنوش حتى نحسوبش أعراض ضروري بنسبة الفئات العمرية سلطان الرحيم اللي كانت تكلموا عني كان نقولوا بأنه لربما المرأة يعني حتى تقدم في السن حتى مثلا يكونوا ممارسات وغيروا يعني في الزواج فالفئات العمرية اللي ممكن انه تصاب بسلطان الرحيم هلو سلطان الرحيم يقدر يصيب المرأة اللي يكون عندها خمسين حتى ستين سنة ولكن كنشوفوه سلطانات الرحيم عند العيالات اللي عندهم ثلاثين عام ربعين عام وكيكون شوية صعب دونك هذه العيالات حتى هما كما قلت لك بس المرأة غير تبدأ الممارسة الجنسية بس ها تبدأ المتبعة المتبعة والدير الفقوتي هذك ما كيوجه ما كيضل ما ولو إذا كنت ماشي غالي ماشي شي بيوبسي حاجة اللي هي يعني تحرفت حليلا رخيصة ولكن رخيصة وكتقدر تعتقل حياة ديال المرأة عندك العيالات اللي ماشي مزوجات ولا العيالات اللي ما عندهم مش الراجل هذك مشكل بس ما كانش تلاقي الجنسي بس المرأة اللي اللي يكون عندها الممارسة هذك الممارسة كتقدر تتجرح هذك هذك الورام مع الكونتاكت يقدر يكون الدم قبل الوقت أستاذي غير من الأول هذك كل مرأة مسكينة اللي ما عندها والو هذي يقدر هذك شي ما يبدأ يدير ما يبانش حتى يتكون ويقول لي واحد العريقات يبدأ يتحلو ماشي يكون الدم هذك يعني المرأة اللي مزوجة مع الممارسة العادية يعني مع الزوج ديالها يقدر يكون دك احتكاك يعني يقدر يعطي الدم يعني ممكن في الدرس تشارة البيئة من المرأة اللي مثلا أول الفتاة اللي مازالة صغيرة ما مزوجة ما كنش هذ الأمر فبتالي قدرتي تكون عاديك ساعة أنه تحس تحس يعني سين الزوجة يعني يتلع مقارنة مع الأول نحن نعرف هذ المسألة والمراحصة وخامة شي مزوجة ستشوف هي عندها عنق الرحيم حتى هي كيف ما كان يهتم بالأعداء الجسم كله بما في يعني الرحيم كيف قلتي وضروري أنه استشارة طبية ونطلبو دك مسح عنق الرحيم الفخوتي وخاصة وأنه كان ديروه مرة في عامين حتى الثلاثنين حتى الثلاثنين حسب الحالة مثلا حسب النتيجة مش كان الانفلامسي ولمكان الحمد لله مثلا الفخوتي مزيان خرج مسح عنق الرحيم مزيان مقدرون سنة وثلاثنين ثلاثنين ثلاثنين يعني حتى المدة الحمد لله رهتوية ولكن حاجة جديدة مش تقول لنا صافي الفخوتي مزيان بس كدفور كي يجونا العيالات فخوتي نغمال وكي يكون هذا المسح نغمال وفي هذا العام كي يجيها سرطان واش الفخوتي مديرش الداخل مزيان واش فهمت هذا شيء ما نقدرش نكونوا مية من تقنين مية في المية بالتكنيك هذه سرطان عنق الرحيم اللي كي يبدأ في زون يقول واحد واحد البلاسة كتكون الداخل الداخل كامل وهاديك صعبة باش يلحق لها وخاة كما قلت لك تتطور الموين ديال باش نديرو الخيال المولة هذه الشيطة مزيانة هذه الشيطة كاملة كتكسروا لها ليدها ذاك وندخلوها داخل وخاة إلا اسمحتها دكتورة يعني نبغي أنك يعني توصلي واحدة رسالة مهمة جدا على أساس بالنسبة للسيدات اللي يعني كتنقط عليهم الدورة الشهرية ويعني كي يودعوا أنهم يمشيوا عن الطبيب أخي الصائف النساء أو التوليد ربما تكون متبعة مليك تكون حاملة مليك تمشي تولد ولكن من لي يعني صافي كتحبث من الوليدات كتقول لك صافي إما تحبث من الوليدات أولا تنقط عليها الدورة الشهرية ما كتبقاش نهائيا تمشي عن الطبيب وكتدو زمود دور ربما إلا ما كاش تمشي عن أخي الصائف النساء أو التوليد ما غايجيش لها في البل أنه تمشي ديل فخوتي أو لا مسعونق الرحيم ويعني وتشوف يعني فان بغيو رسالات توصليها يعني بالعربي إن شاء الله وتبغيو توصليها بالأمازيغية لسمحتي حسنا حسنا هذو كل العيالات هما المشكل فيهم بسك كتقولك أنا ساليت في الولاد ما مندي مندي الجينيكولوج لا فسا تكمل فسا تبقى 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 الخطر الخطر باش تكون سرطان يمشي معالاج لونك فسا وكان المرأة اللي كاتمشي لها الحيضاء وكترجع تبقى تجي لها الدم وساكتا ما فيها بس لا الحيضاء مشات خمسين سنة واحد شوية سنتي عام ولا عامين وبدأت تتوزي بالدم صعب دقيقية كاين كاين مشكل كاين واحد المشكل سنين مشي ما يخشكون الدم الدم قاطعت الحيضاء المرأة الجاهة سين انجاب أو انقطعت دورة الشهرية بسا كاين دم كاين مشكل يعني حاجة غير عادية كاين دم كاين مشكل سرطان ولمشي سرطان المهمة ينحيدوا الشكل سرطان وخيكون واحد في المليون خسين ينحيدوا كاين دم كاين دم سرطان ما كاين ما كاين ما نفرطوش في الصحة ديالنا خاصة يعني الام كنعرفولا انه كتدير مجهودات كثيرة وكتغفل على الصحة ديالا في حين اهم حاجة وصحة فبنسبة الرسالة توصلها بالامازيغية سمحتي بنسبة السيدات اه انا احبت بعدا نقول العيالات اللي ولا ما بقاش فيكم راحكم راسكم باش تتاويوا تتاويوا الوليداتكم وعائلتكم بس كمحتاجين ما فيكم وخار كبير وشوية وهذي بس كم احنا نبقى ونحق ولادنا ولاد ولادنا ان شاء الله وبالكشف المبكير كان على التقويه صنا اه اه كيس اسوا وكان التدي ولا في العنق الرحم ولا اه اه ولا مرض اخر بس كما كان غير هاله السرطانات وما خسناش نخافه الخوف هو المرض الخوف هو هو الفاند الله فاش يعطينا الداء يعطينا الداء ولكنك يقول لينا الله هحينه كيقول لينا يقول لينا ولا شدوك شي حاجه ما شي هي مشيوا بادروا يقرأ الجسم وش سعطان نقول لش لكن اصطمنا في مانيس كيف سحاس بسكس حاس الحاجة يكرهان في مانيس ذوارا ويسد الفاميليينس وتفريطها لك مانيم روح على الطبيب ما يلا ما تلقى تروح على الطبيب إلا الحاجة نقول لا أولش ما يلا تروح ميد يبدأ ميد يبدأ المشكلة أتروح على الطبيب شكرا لك بثاف دكتورة مزالي مستمرين رفقة الدكتورة نادية برحيم طبيبة متخصصة في علاج الأورام السرطانية اليوم كانت تكلموا على سرطان عنق الرحيم فنأخذ بعض المكالمات الهاتفية ونرجعوا لكي نتكلموا على كيف يكون تشخيص العلاج من المرض سرطان الرحيم نأخذ أول مكالمة معنا معنا خديجة من رشيدية قالوا خديجة قالوا الأختنا أهلا خديجة مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ايه مرحبا مرحبا فضلا خديجة ماذا تسألتك ايه مرحبا ايه بحلبية 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 وكنت نحس بها من الأمر فعي ايه مرحبا ضدوني عن الكو عن الموموغراث الماموراث قالوا لي بحبية على حل حل أبيت طريقة وكان غير مرحبا لو رحبتي مرحبت بحبية بحبية الماموراث هذه الميام إم تسألة ما هي نتكلم بحبية ولكن العقلي او اخي الدكتورة عاد جوابك تفضل دكتورة اللي بتي تتسوليه شي سؤال اه سلام عليكم السلام دكتورة نديا اه حاجة مزيانة بزاف اللي مشيتي لطبيب وغير حسيتي بها ودرته للراديوليخ صويت دار اللي قدر يشخص اه واش كان ورم ديال حميد ولا ورم خابت جونك تيي الراديولوج قال بلي الراديك الوارم مافيش شي حاجة خايمة مهم تي اي 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 ده بنتيييه شحال في عملك انا عندي ده بس عدو 30 سنة عدو 30 سنة ده بنتييه اه في العائلة ديالك واش كين الناس اللي عندهم سرطان او لا 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 في العائلة ديالي شاو واحد من عندو سرطان داك اوكي داك اي 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 ده بنتيك الوليدات عندي لا تدلو ليدا. مازين مازين. لونك انت هي خصك تبقيت تبعي هذك الابي اللي قلتي هذك الابول هذك الاسميت الكورة اللي عندك في البزولة ديالك. قاي انتي انتي لي تعرفي الاسدار ديالك. انتي تعرفي بزولتك. لونك انتي خصك تبقى مرة في الشهر. مميش تكوني في الدوش. اه. خصك تقلبي بزولة جوج. زوجهم. مميش تقلبيهم بجيها بجيها. اه وتشوفي واش هذك واش كي هنا واحد اخرى. واش هذك بقات هي هي. مميش. والتقليبة اللي تكون اه احسن تقليبة هي في الحمام. عاش يكون بنادم اه الحم ديالورطاب ويكون الصابون. وكنديرو. يقدر يملس بسهولة ايه فعلا في ممكن. وكي تكون احدى المرايا كتاة 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 ديالي تشوفي صدر ديالك تشوفي واش باقي شبه كي مكان. مم. وطلعي يدك تشوفي واش مكان شي حاجة طالعة شدة في الجلد. كتاة كتاة كتشوفي تحت الباطل ديالك واش مي انا يا اللي اللي قلت على حسب هذل هذل الاسمي تولابول اللي عندك هذل البيا اللي عندك. اه الراديو كتقول ما شي شي حاجة. يكون شي ادينو في بغم. كان اللي اللي نديرو في هذل ازادينو في بغم هي. كان كان نفحصوهم مره مره. كانت نقلبوهم مره مره باش اه منتمنوا. يعني الحمد لله ذات الماموغرافي متبع الامور ديالها هي غدك الخوف تحاول انه تعيش في تعادي. لك انتي يا سيدات بغابو عليك. بارك الله عليك بس غيرش تي حاجة ومشي تي تجري. عذي لي خصب نادم يكون هاكا. الحمد لله قالوا لك ما كانوا ولو. الحمد لله. بارك الله عليك. معنا فاطمة من قلعة السرغدة. الو. الو فاطمة. والكم السلام ورحمة الله. مرحبا. طي درني كرشي ودردت الفازة وقال لي يا الطبيبة عندك فيها كرة. اهام. يودك الكرة عادة الدراني من جيها لا يسرب زاف. هانو. هاني كنسمة. عادة الدراني وعاد يعني صداعه كبيرة. واش عندك الكرة في الوالدة ولا في الكرش الكبيرة? الا في فم القرن. اه في فم القرن. اه في فم القرن. انك عندك الكيس تدر له باق. يك. انك ولك انا كيدرك. حسك تمشياش. ناشي كيس قال لي يا الطبيبة كرة. اهام. 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 ايه. واشنو قالت. واشنو قالت. واشنو. اقعطياني الصداع. اقعطياني صداع. اقعطياني صداع كبيرة بزاف. قطلع لي يا فوق. في كرسي صغيرة في الوالدة ما الصباح كتصبح كتدري سمك تربي فيها للا من الاحسن شوفي للا انت فاطمة سمعي الدكتورة شنو غتقول لك فاطمة نعم شوفي طبيب فاطمة شفتي طبيب وقال لك خصك الفتيح ما عرفتش علاج واشنو كتسني باش تمشيت وكتل الحراق والألام وكتل شكايب اللي عندك الآلام والحريق سربي وجري حيدي هذا الشي اللي يقدر يكون غير في برم ولكن ما نقدروش نقولو ما كانش وارم ما شي هو فاطمة نشكرك بزاف على المكالمة ديالك يعني مزيان انك تواصلتي معنا ولكن يكون افضل انك تمشيت كمليت بايع طبيب ذاك شي اللي يقال لك وتفتحين شاء الله ويكون خير يعني غادي يتحيد منك ذاك الآلام والحريق تبعد ديالك وعني تكوني فترة ناقعها إن شاء الله وتقول الأمور كيف مما هي وعد في ذاك يعني كيف قلت ذاك الكورية يعني كيدروا ذاك البيوبسي كيف يشوفوا يعني واش حميد ولا خبيت يعني الأمور سهلة خاصغي الواحد يحيد ذاك الخوف معنا زهرة من وجدة عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله هذا أول حاجة تعزينا للصفاء يلا يصبر الأهالي ديالهم انتوينو الشفاء يعني ان شاء الله المرضى لا يخليك بغتنصر الدكتورة ايه تفضلها زهرة انا عندي واحد مهم ممكن كن في العلاقة زوجيا مع عراجي كن سنين يبدن اه لذا هذه المدية في السنين اه وما عرفت يعني كن في علاقة مع أهمل مثل الصبابة يعني طبعا قال لي راه يمكن غيشي الجرحة والله ركيقيس كل شيء حكي في حال هذك ما عرفت المهم اعطوني واحد وابس مغسل وواحد اللي بيخا صيحة في لي اه اه ومتبعه عند الجينيكو يعني من اللي تدي الفحص اه لمشيت عنده شيء جمالات ونصيق قال لي هكا قلت لي هكا قل لي ما في شئ حالي لي غريت حالي اه من اللي قلت لي هركيدو زمني الدم يعني في العرب قلت لي اه وقلت له على قزين ايه اه اه قل لي ما في شئ حالي مشكلة سوف تكون ليش جرحة الا ما عرفت أحنا نجيبك نعم 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 ما هي نصيح لتقدم الزهرة مثلا ماذا في الحال في عمرك أنا 45 سنة أنا أضمن بمشيتي عند الطبيب و لم أعود لم اكتش أرجعت عنده مشيت عند الجش متى ولكن شو فيي هذا غلطة المقصنين لان يعلن الناس يمشيون الطبيب مرة وزوج ومعدي يبدلو طبيب يمشيو عند واحد اخر لا خسنا نبقاو عند نفس طبيب. وهو دابا باقي دم كاين خسنا نديرو التحليلة ديال العونق الراحيم. حسنا نديرو التحليلة ديال العونق الراحيم. همتي? خصك اه هاد تحليلة هي اللي غادي تقول لك الوحيدة اللي غادي تقول كوش كاين الجرحة. وكان ديرو واحد الراديو كيقولولو اه الكولبوسكوبي. كاين واحد لاسيد يديروه اه واحد الادوا كيديروه في عونق الراحيم. ويوري لنا فين كاين المشكل. وفين كاين المشكل كاين نديرو التحليلة. يعني بحدة بفين باش تبقاي هكا وعندك الدم. فعلا وثلاث سنين وهي كتحس يعني بهذا الدم يعني ماشي عادي ما الاحسن تحي تشك. وان كان متلا. انا قول طبيب ديالك اختصاصي. ما نقدرش انا قول بلي هو عارفة شنو كاين ديرو. امتي. غير عاودي رجعين دو. وحسك تكوني. اه تلحي باش يدير الكهب تحليلة. باش انت داخل راسك. وانت كنت هي دابة. بقى مبرزة. فعلا. ما قاما ما تقبلتيش بلي كون الدم. كيف ما ذكرت دكتورة لأساس انه هاي مشت متلا عن الجينيكو. وشاف الامور كيف ما هي. لربما كان غير تهاب ولا شامبينا ولا غيره مثلا. ويعطاها الدواء. ولكن الى بقى هذا الدم استمر لمدة ثلاث سنين. يعني شي حاجة غير عادية من الاحسن كيف قلتي تدير. تطلب يعني من الجينيكو يعني هاد المسح عنق الرحيم. وكذلك ممكن ان تطلب هاد. ها هو عارف. انا ما ندخلوش في الخدمة تقول لي رشكيت من الاحسن ندير يعني مسح عنق الرحيم. انا اكزاكت. او اخوة تحييت الشك. اه نرجوع الموضوع انا احنا كنتكلمو اليوم على سرطان الرحيم. اه كيف يكون يعني العلاج وكذلك كيف يكون تشخيص قبل تشخيص والعلاج نبغو نعرفه. لانه فقش كان تكون امور يعني عادية. الورم الحمدلله ما تطورش. كيمشي مثلا غيب الأدوية ولا على حسب العلاج اللي غادي تدكرة دكتورة. وفقش يعني كان وصلوا السئسة للرحيم او للجراح. اه كما قلنا في الاول. احبيت نعود ان نهضر على على العنق الرحيم. اراها ماشي مرض غير ما نقول جنسيا. ماشي. ما كان ماشي غير ما نقول جنسيا. كلمنا لا اسباب كثيرة. كان اسباب. داكور. باش نتفاهمو على هادشي. وثانيا كما قلت في الاول كاين كاين بزاف الحالات. كاين بزاف الاستاد ديال. مراحة لتطور المرض ايه. من والوت يقدر يقول لي العنق الرحيم كامل موكول وشحمة اللي كان داخل والولاسس وديال الكرش صغيرة والكرش الكبيرة. احنا هي قسمان مشيو في اللول هذك اللولانية. اللولانية هي اللي كتكون مياه في المياه. سامت. ديال. اه. عنق الرحيم اه. اسميتو في اللول كنديرو الجيراح كيكون حاجة قليلة. دفوع كيكون غير اه. ما زال ما جزش واحد. كيقول له واحد الفيلم واحد كيكون اه ما زال ما دخلش فيه اللولانية هي نتطورة. محطة كيكون هناك المشكلة. هذك كنديرو غير. غير اه. غير الا كونيزازيون. نحيدو غير اذك الفم عطوك بحال المبض. نحيدو. اه غير واحد طوة. نقوم بسلامة. نحيدو. محطة. 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 من قاوة بيانسور. نراقبو الله. محطة. محطة. ولكن بدا السرطان وكاين سرطان. صغير ور كنديرو لاشيروجي. الفتيح. محطة. هو ولكن السرطان كاين في الفم جيد وعنده واحد ما غديش نهضره على هذه الساعة كتكون الاشعة يقدر يكون غير الاشعة بوحدها الاشعة الخارجية والبطينية يقدر يكون الاشعة والفتاح يعني هو الشيميو تيرابي يعني دك الاشعة نعم الاشعة كتكون الاشعة مع الشيميو تيرابي علاج كيموي ايه لكي تدخل مزيان تقتل هذوك الخاليات وعلى حساب المرض فين كاين ما نقدروش نحدو كل مريضة عندها تختم وخاوبين قوسي وحنا كنت كلمو على يعني اكيد ان شاء الله نتمنى وانه في هذه الحملات الحسيسية اللي يعني لمستوي الاعلام ولمستوي عن الحضور ديلكم كأطباء باش كتوصلوا المعلومة ولي نتمنى انه هاد المعلومات توصل يعني مش يغين العيلات لي في الموضو الكبرى وانه محتى نسلي في الدواور حتى كذلك القوافل تبيلي كالدار يعني كل شي جند لانه باش نحاول اننا نحدوم هاد المرض لانه كيف ما قلتي الحمدلله تطور طيبي تقدم بزاف ما بقناش كان مصلول بطر تدي السئصال الرحيم يعني الا في حالات يعني قصوى الى كانت تشخيص المبكر والاهمية دياله الى كانت تشخيص المبكر من جيه اخرى كان بعض الرجال انه من خلال انه احتكاك يعني بالسيدات في البرنامج مجرد مثلا سيدة كيكون السئصال الرحيم نتمنى انه لا يصل شمراء لهذا الاستاذ على اساس انه تكون تشخيص المبكر اما يعني الرجل كيتلقها او مثلا كي منعليها الفرش على اساس انه وكأنه بين قوسين ما بقعتش مرب بالنسبة لي فنبغيو يعني بالحضور ديالك انتي كدكتورة واكيد على انه عشي هاد الحالات يعني السئصال الرحيم فنبغيو انه نتكلموا يعني هو المرض تعالج يعني ما عنده حتى علاقة بالعلاقة يعني واش غادي تدروا لالله اخسنا عرفوا بلي فاش نحيدو الوالدة ما كان نحيدوش المهبل لونك المرأة تبقى عادية تقدر تعيش حياتها لا هي لا راجل عام والعلاقتهم الزوجية العلاقة جنسية كتكون محسوسة في المرأة وفي الراجل نفس الشي لا ممشوش سوف دون ديكا فارتكولية ويكون المهبل مقيوس لونك الراجل ما عنده ما يقول المرته وكنت خير احنا كنشجعو المرأة غير تدك يالا سيكاتريزازيون خصاة نعس يبقى عادي وتبقى مرتوط بحال كان في الأول بحال فعلا فعلا وثانيا ما كانش ما كيعاديش هذا المرض لونك الراجل ما عنده ما يخاف مرأة مرأة فعلا نقطة مهمة لونك المراكة العادية واللي لاحظنا في الكونسيران في السرطان الناس اللي وعاديين بعد الختمة ديالهم والعائلة ديالهم الزوجة و هذي كل شي يكون بخير وعلا خير هذو كي يبروا كتر بسك اخسان عرفوه باللي في السرطان المغال أنا كنقول سبعين في المئة ديال العلاج و جانب النفسي فعلا و جانب النفسي جديد هذا الراجل اللي لا بغاق مراته تبقى له الولاده ماشي غير ليه بسك العائلة كاملة هي كي يسوف اللي كتتتقاس فالصوء كنتخير يتهل فيها و يساندها و يساندها بخل الأمور تمشي عادي والمرأة اللي عندها بطرة تدية مرأة بحالها مرأة حال الحرق و كين دابا كين امكانيات باش ترد ترميم تدية ترميم وهالي و ثانيا اللي عرفنا دابا الدراسات اللي خرجوه جدد والروب اللي تسكي بكري كي يقول سافي عنده سرطان يقول اللي يبغى و يدي اللي يبغى سافي نون السرطان كي يبرق اليوم ثمانين في المية ديال السرطان اللي كان مجموع كي يبرق و في التدي قول رانا في خمسة وتمانين تسعين في المية اللي كي يبرق على خمس سنين و كتر داكو و المرأة باش تكون داوات على السرطان خصها تحافظ على الصحة ديالها بالتغذية الصحية التغذية الصحية ماشي بحالة بحال الناس كتر من الوحرين بسكو هذ هذ العامل هو اللي غادي يزيد عاونها و ثانيا خصها تدير رياضة خصها تتحرك بسكو الجسم ولا تحركت الدم كيدور و هذي و اسبتوا الأعضاء ديالها يرجعوا لها الفلسطها و الدراسات والروب اللي الناس اللي عندهم تغذية الصحية و و الإجزرسيس فيزيك تحرك التمر الرياضي والحركة الرياضية و غير المشي من الصاعة في النهار ولا ثلاثة سوائع في السمانة راه رياضة هذو كي يبرعوا كتر من الاخرين لذلك لا يجب أن تتحرك يجب أن تتحرك يجب أن تتحرك لذلك لذلك رأسنا من الملك عنده سرطان يقول لنا غادي نبرع يشجع نفسكم عنده واحد العزمة انه غايت تغلب على المرأة انا داويت كان داوي سرطان من 88 انا شفت الناس كانوا ما كنتش طامعة فيهم باش يبرعوا هذي و بالعازمة ديالهم و بالنية ديالهم و بالنية داويت و بالنية داويت يتناولون و ب الده لذلك ما قبولا العزمة و بالنية داويت و خاصة فكرة الناقهة و أنه حق بالنظام الغذائي يادوية اخفاء من السرطان و السرطان عدوية تتعلق منه سرطان سابق عشرين سنة الحمد لله شفنا حالات اللي مرجعش لهم المرض و الحمد لله الفحوصات الدورية الخصوم يعني باش يحيدوا الشك وتبقى الوقاية خير من العلاج ولا احتياطات ذكرتي احتياطات في التغذية في الجانب النفسي الدور ديال الطبيب يعني من اللي يتعالجوا و كيفاش يرجعوا مرة في السنة مثلا يدروا الماموغرافي يدروا مثلا مسح عنق الراحم يعني كيفاش تمشي الأمور علاج سرطان احنا كم صفتنا اختصاصين في الاونكولوجيا كان فضلوا كان المرضى خادوينهم ما دلوش الاشياء الفتيح ولا كان العنق الراحم ولا بزولة كان تبعوا المرة مرة احنا مرة الاختصاصي وكان ديروا واحدة البرية للطبيب الاختصاصي والطبيب ديال العائلة باش يعرف فاشنو كاين وهدي بس كياتولي بحالها بحال الناس قالوا المتابعة المقابلة كتكون عامين الولاد كلها تلت شهر يقول المرأة ديجي عندي تلت شهر مرة انا مرة الطبيب الاختصاصي يقول في ست شهر تشوف زوج طبار ماشي تجي عندي انا وماشي عن طبيب ديال العائلة لا تبا بيا نحاولوا على دابع المساريف ديال الناس واسمي تقول المرأة كيفاش تمشي القبيب باش ديال كونترول مسكينة كتأزم نحاولونا نقصو شوية هذا من عامين خمس سنين كنديرو مرة في ست شهر كونترول ومن خمس سنين لعشر سنين كنديرو مرة في العام من بعد كنشوفو يقولي اصدقاء كيجي واسمي توكن مي تدي وصورتو تدي كنديرو الماموغغافي بحالها بحال الناس مرأة ماشي بحالها بحال الناس كنديرو مرة في العام وخدرت استثال يلتدي كنديرو جهة الخراك كنديرو مرة في العام الماموغغافية بكيكوغغافية معنا عفاف من فرنسا ألو عفاف ألو صباح الخير صباح النور مرحبا لله الحمدلله لا يبركي لا يخليك بنسول الدكتورة ايه تفضلي جي فى un vaxin البنتي عندها 14 او وفاقسن بابي يوماري في فيروس وي تخوفت من بعد ندمت كنديرو مرحبا جلي فى يما كان سيى المدسان غالي ديريه اللبنية ومن بعد كنديرو مرحبا جلي بيان فى وش جي بيان فى ولا جي با بيان فى ما عرفتش وبغيت الرأي ديال الدكتورة موخ عفاف موخ عفاف موخ عفاف وشكرا لك بزاف موخ عفاف وفعلا مهم جدا هذا اللقاح او التطعيم ضد الفيروس في سن مبكر قبل ما البنت في سن صغيرة قبل ما تتزوج قبل ما تكون عندها معاشرة زوجية بنسبه الأعداء فى الفتاة على الكتابة فى ختم لقائده فى المثال البنت تكون كتبارة لذباة بزوجاج وان كانت بعض الحالات قليلة وندرة فى مجدر عليها ان يكون ان يكون بسرطان عنق الرحم كيف يكون مثلا الفحص بأنه قدت بات السرطان في زوجاج وكانت تقول لك أنا بتنحيت الشك مثلا شفت بعض الأعراض وبغيت مثلا دير استشاراتي بيها مثلا كيفاش لأنه دك مسح عنق الرحيم كيتطلب أنه هذا من اختصاص طبيب ديال أمرات النساء والتوليس ولكن أنا نقول باللي المهمة شي هذيك البكرة المهم هي الحياة ديالها ولكن عندها شك خصات مشي طبيب ويدل هالفحوصات وما عندهم 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 كيفاش يقلب بنت عزبه مثلا عندهم كيفاش يدلو البيوبسي والفحوتي عندهم الإمكانيات ديالهم وما لك عرفوه حسن مننا هذي شي بصك احنا كنشوفو الناس حتى صافي سهلا مثلا ديالي تشخص فيها أنه را عندها سرطان عنق الرحيم تبارك الله عليك الدكتور نادية برحيم طبيبة متخصصة في علاج الأورام السرطانية كنشكرك بزاف على الحضور ديالك على كل هذي نصائح المعلومات الطبية المهمة جدا اللي تكلمنا فيها حول سرطان عنق الرحيم وكذلك حتى على سرطان تدية والله يعافي الجميع وأكيد على أنه بحضور الدكتورة نتمنى على أنه يكون كيف ما بدرته توصلته مع الدكتورة باش تحيدوا الشك نتمنى أنه تحيدوا الشك يكون يعني باستشارة طبية بأمور اللي هي بسيطة لأنه أهمية تشخيص المباكر عنده واحد دور كبير في العلاج من هذي الأورام السرطانية ونتمنى الشفاء الجميع بإذن الله ما تنسوش على أنه كل هذي المعلومات اللي اذكرنا من خلال حلقة برنامج اللامولاتي را غادي تلقوها يعني ابتداء من العشية غادي تلقوها في موقع للا بلوس بوائم أباش كون عندكم فرصة على أنكم تعاودوا هذي نصائح طبية لقدمات الدكتورة نديا برحيم طبيبة متخصصة في علاج الأورام السرطانية شكرا لكم مستمعنا لحسن المتابعة والإستماع البرنامج اللامولاتي لكم تحيات وفائز رفقتنا اليوم في الإخراج لمياء البكري وصابر فوندا في البرمجة الموسيقية سميحة شوبي في استقبال مكالمتكم لهاتفية وانتمنوا لكم صبح مبروك برفقتنا على ميدغاديو لإداءة القريبة منكم اشتركوا في القناة